الحقيقة للموضوع الأبرز والموضوع النهاردة اللي شاغل الناس كلها هو امتحانات السنوية العامة اللي النهاردة كانت بتشهد أولى أيامها مع امتحان اللغة العربية أول مادة تضاف إلى المجموع لأنه على مدار الكام يوم اللي فاته كان فيه مادة التربية الوطنية والتربية الدينية ودي مواد لا تضاف للمجموع لكن النهاردة كان أول يوم في امتحانات السنوية العامة بشكل بقى رسمي وبشكل فعلي مع امتحان اللغة العربية هنتكلم مع حضراتكم في تقييم أو رصد الآراء وردود الأفعال بعد الامتحان وهنتكلم كمان في مجمل العملية التعليمية وما يطرق عليها من تغييرات خصوصا أنه المراضي أو السنادي امتحانات السنوية العامة بتيجي في أجواء مختلفة في أجندة أو في جدول عمل مختلف لي وزارة التربية والتعليم يمكن من أبرز بنود هذا الجدول أو من أبرز أهداف الوزارة الأيام دي وفي هذا العام الدراسي تحديدا وده الاستشاف فناية من كل الإجراءات والاستعدادات التي اتخذت على مدار الأيام التي فاتت من تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من ملاحظات كثير وانطبعات كثير وتحليلات كثير أن الهدف الأساسي بالإضافة طبعا لجودة العملية التعليمية هو منع الغش وده حاجة ملحوظة أنها على أجندة الوزارة ولذلك كان في استعداد بمجموعة من الإجراءات زي مثلا الكاميرات المرأبة التي تم نشرها في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية زي مثلا مسألة التفتيش بالعصايا الإلكترونية والطلبة دخلين أصلا المدارس ودخلين اللجان للتأكد أنهم معهمش الهواتف المحمولة التي كانت تتسبب فيها عمليات غش في السابق زي مثلا مسألة المرأبة الشديدة وزي مسألة الانضباط والتوجيهات التي تم نشرها وتوزيعها على مراقب اللجان ضوابط كثير جدا لمنع الغش تم توزيعها وتعميمها ومتبعتها على مدار اليوم هل يترى نجحنا بشكل مبدأي في هذا الهدف؟ هل يترى أجواء اليوم الأول والطلبة حاسين بإيه؟ والطلبة خارجين إيه؟ مشاعرهم أو إيه؟ خصوصا وحضراتكم عارفين قد إيه المرحلة دي؟ مرحلة مهمة جدا عند كل البيوت والأسر المصرية وعلى قد ما بنقول أن احنا مش عايزين نديها الأهمية المبالغ فيها دي بس واقع الأمر أنه سنوية العامة هي مرحلة مهمة واقع الأمر أن السنوية العامة الكل بيعمل معسكر في البيت لو عندك طالب أو طالبة في هذه المرحلة هل ده صحيح؟ هل ده لازم تمشي عليه الأمور؟ هل لازم نتعامل مع مسألة السنوية العامة باعتبارها آخر الكون وآخر المطاف وآخر المصار ولو ما حلناش كويس في الامتحان أو الطلبة ما يعني ما قفلتش الامتحان زي ما بيقولوا هل انتهت الدنيا؟ مبدئيا حتى موضوع تقفيل الامتحانات ده وتفيه اختلاف في الفقافة الخاصة بانتهت أظن ظاهرة اللي هي أن احنا معدين الدرجات النهائية بكم درجة ما بقاش فيه النوع ده من المجموع أو الفلسفة دي في المجميع طريقة وضع الامتحان اختلفت أصبح النهاردة الامتحان مقسم إلى أجزاء جزء هو في مستوى القدرات العقلية العادية اللي هي يعني بيشترك فيها معظم الطلبة جزء الأصحاب القدرات العقلية المتوسطة اللي هو أعلى بالشوية وجزء آخر لأصحاب القدرات العقلية المرتفعة اللي هم الناس الأسكية جدا اللي عندهم القدرة على عندهم مهارات عقلية مكتسبة مهارات عقلية مختلفة يقدروا بالتالي يجاوبوا في الامتحان الأسئلة اللي هي صعبة فعايزين نقف عند كل النقاط دي نهاردة تقييم الامتحان شكله إيه اللي حصل في اليوم الأول من السنوية العامة هل نقدر نعتبر اليوم ناجح ولا لأ خصوصا بقى أن خليني قبل ما نستقبل أستاذ رفعة فياد مدير تحرير أخبار اليوم خليني برضو أحكي لحضراتكم عن سؤال أثار لانتباه في الامتحان النهاردة وخرجوا كل الطلبة بيتكلموا عنه وحتى المواقع الإخبارية والإلكترونية كلها أخدت منه يعني صورة أو أخدت يعني عنوانته أو بروزته هو سؤال في اللغة العربية السؤال الناس تدولته على اعتبار تلت التسعة كام لكن فيه بعض الأراء اللي بتقولك لا هي مش تلت التسعة وده ما كانش مقصود بالسؤال هو التلت بمعنى أنه عدت أو ماذا بعد التسعة لأنه نهاردة السؤال اللي بتبادر إلى الأذهان اللي يخلي سؤال في امتحان اللغة العربية يكون فيه سؤال عن عملية حسابية أو عن أرقام وده برضو مش متطابق مع مادة اللغة العربية فهل هو سؤال حسابي جوه اللغة العربية ولا هو سؤال زي ما بنقول كده فيه تركاية أو فيه حاجة كده يعني للطالب المتفوق صاحب القدرات العقلية العالية واللي بيختبر زكائه أو بيختبر درجة تركيزه أو بيختبر قدراته وهو فيه لفة معينة أو تركاية زي ما بنقول في الامتحانات وإنه مش مقصود بالأرقام مقصود بـ 3 التسعة أو ماذا بعد التسعة واللي احنا بنشوفه مع حضراتكم دلوقتي دوت هو مجموعة من تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلموا بقى عن السؤال دوت بعض الناس الحقيقة تريقت بعض الناس كان فيه كلام فيه سخرية إيه اللي إيش جاب الحساب في العربي إيش جاب السؤال دوت النهاردة بتعقده الولاد يعني نوعية مختلفة من ردود الأفعال أو نوعية مختلفة من الآراء أغرق